السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء عشرين شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة وحدة وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء لينتقل القمر بعديها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وسبع دقائق من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما إنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر جميع الأبراج طبعا والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبانا لأطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض مننا إنه شوي يذرف الدموع بسبب تذكر الماضي أو أشخاص مروا في حياتنا أو ذكريات إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام أو التركيز على موضوع الأكل والشرب ومراقبتهم في هذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها وبتحسسوا من أي كلمة يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إلى المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أو هي في زاوية وحيدة اليوم وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية راح تكون الساعة أربعة وأربعة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية التلفزة السينما الفن والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى ممكن مراجعة طبيب أو أخذ فحصات أو عمل فحصات إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي عنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخل وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي انفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية لأي جزء في جسمنا غير الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعة 21-22 بيبدأ خلو المسار الساعة 6.37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبينتهي الساعة 41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 11 يوم في تمام الساعة 11.39 دقيقة صباحا بصير 12 يوم نسبة الإضاءة 88% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 15% القمر في السرطان حتى يوم 21-22 سعيد بنسبة 60% الآن ساعات الظهر سعيد بنسبة 30% أما في ساعات العصر بترجع ساعاته لـ 60% عطارد في الدلو حتى يوم 23-22 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 8-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم مش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة من وقتكم للاهتمام بمتطلبات البيت أو العائلة أو المناسبات العائلية الجو ضاغط والمسؤوليات كبيرة وممكن اليوم تكون على موعد أو عندك ارتباط مهم ما بجوز الفشل وأيضا في مصاريف منزلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بقدرة فكرية وجسدية كبيرتان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة ممكن تتمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد وبتتخذ خلالها بعض القرارات المفيدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن تحصلوا على هدية خففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا برحلة أو باتصالات وبتتجرأ في النقاش فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات وللمطالبة بحقك مارس بالتالي صلاحياتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها الشمس بتسلط الضوء على الدعم الخارجي وربما على اهتمامات مالية وقروض وديون صفحة أو قرار جديد رح يكون عندك اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم اليوم حاولونك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق قليل الحماسة أهم شي إنك اليوم ما تنتظر جواب لأن الظروف فارغة بالنسبة لألك ابتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود أهم شي إنك ما تستعجل أي أمر عشان ما تخيب آمالك وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شي إنك تتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم بيحمل لكم فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وهي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أنت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً حاول أنك تلعب دور بناء بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو اليوم بيحمل لك مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شي إنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو الأمور الشخصية هدئ من روعك انطلاقه بثير التوتر والخلافات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد والعلاقات مع الأجانب وكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لا انفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات والامتحانات واللقاءات والأمور التجارية ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية أو التقلبات إلا ممكن تيجي من وقت لآخر وهذا طبعاً احتمالها ضعيف جداً لأنه طاقك اليوم مرتفعة حتى على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط جهنكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدرها الشراكة أو تعويض سارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم ولا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة فترى فيها بعض التوتر عشان هيك ممكن تتورط في أزم ما إذا ما كنت حذر ممكن تضطر الإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين طبعاً لا بأس في ذلك وما برضو حاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص لأن الفترة هاي مش لصالحك لا المشاكل ولا الانتقادات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم تكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي معين بتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها فعشان هيك بدك تكون حريص على عملك وتباكر إليه مع أنه ما بدك تعمل لوقت إضافي أكثر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبلغوا في طلباتكم منهم ابتحتفل بإنجاز أو انتصار ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة وفيها كثير من الانشغالات والتحركات ولكنها فترة حظ ونجاح وتقدم وأفراح أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء